موسيقى مشاهدينا أهلا بكم في نشرتكم الاقتصادية والتي نستعرض فيها أبرزة وآخرة أخبار الاقتصاد بداية أعلن صندوق محمد السادس للاستثمار عن إطلاق دعوة لإبداء الاهتمام بهدف انتقاء شركات تسيير لإنشاء وتدبير السنديق المخصصة للشركات النشئة وفد صندوق محمد السادس للاستثمار بأن هذه الدعوة لإبداء الاهتمام والتي تبع إعدادها بالتشاور مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وصندوق الإدارة والتدبير تقدم خلولا مبتكرة لشركات تسيير بهدف تسريع تعبئة الموارد المالية على المستويين الوطني والدولي مبرزا أنه تم تحديد التاريخ النهائي لإداء ملفات الترشيح من قبل مقادمي العروض في الفتح من يوليوز المقبل هذا وأورد المصدر ذاته أن تضافر هذه الجهود يهدف إلى زيادة حجم تمويل المتاح لشركات الناشئة بوية دعم تطوير منظومة مغربية لشركات الناشئة ذات الطبع الدولي وفي خبر آخر تم يوم أمس برباط توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووزارة الاقتصاد والمالية وصندوق محمد السدس للاستثمار وصندوق الإداء والتدبير تهم اطلق آريات تمويل المبتكر لفائدة سندوق الشركات الناشئة المذكرة تهدف إلى تشجيع الاستثمار في الشركات الناشئة المغربية وتنصيق بين الأطراف من أجل خلق مناخ ملائم لجلب استثمارات وطنية وأجنبية وفي كلمة بالمناسبة قالت سيدا مزور الهدف من هذه المذكرة يتمثل في وضع آريات تمويل المبتكر لتمكين الشركات الناشئة من الحصول على تمويلات أكثر في مختلف مراحل تطورها وهو ما سيسمح لها بالابتكار وخلق حلول رقمية للسوق المغربية والعالمية وكذا إحداث فرسي الشغل نتبع مشاهدنا الآن بأسعار النفط التي شهدت ارتفاعا طفيفا اليوم بدعم من بيانات نظرة نموال اقتصادي الصيني بوترة أسرع من المتوقع وتوتر في الشرق الأوسط لكن المخاوف من بقاء سعار الفائدات الأمريكية مرتفعة لفترة أطول حدت من المكاسة وارتفعت العقود الأجلة لخام برينت تسليم يوريو سبعة سنتات إلى تسعين دولار وسبعة عشر سنتا للبرميل كما زادت العقود الأجلة للخام الأمريكي تسليم مايج ستة سنتات إلى خمسة وثمانين دولارا وسبعة واربعين سنتان للبرميل هذا وجاءت المكاسب محدودة وسط مؤشرات صينية غير مواطية من بينها تلك المتعلقة بالاستثمار العقاري إلى جانب مبيعات تجزئة الأمريكية والتي جاءت أقوى من المتوقع لشهر مارس وعززت التوقعات بأنه من غير المرجح أن يتعجل مجلس الأحتياطي الاتحادي في خفض أسعار الفائدة وفيما يخص أسعار ذهب فقد ارتفعت اليوم مقتربة من المستوى القياسي المرتفع الذي سجلته الأسبوع الماضي إذ عززت المخاوف إزاء تصاعد توتلات جوسياسية في الشرق الأوسط الطلب على المعدن الأسفر باعتباره ملاظا أمنا وارتفع الذهب في المعاملات الفورية ب0.2% إلى 2387 دولارا وأحد عشر سنة للأوقية ذلك بعدا سجل أعلى مستوى على الإطلاق ووالفين واربعمائة وواحد وثلاثين دولارا وتسعة وعشرين سنة يوم الجمعة كما زادت العقود الأمريكية الأجلى لذهب ب0.9% إلى 2403 دولارات وتسعين سنة هذا وصعد الذهب ب1.6% في الجلسة السابقة على الرغم من البيانات التي أظهرت ارتفاع مبيعات تجزئة الأمريكية بأكثر من المتوقع في شهر مارس أكتفي بعد القدر مشاهدينا الكرام نلتقي بعد قليل في مجزن لأهم العنباء دمتون في أمان الله اشتركوا في القناة